كما وصف عدد من رؤساء الأحزاب المؤتمر الاقتصادي بأنه رسالة طمأنة للمصريين في الداخل والخارج ولجميع المستثمرين على المناخ الاستثماري في مصر بصراحة فكرة جميلة جدا ورائعة وأتت سمرها من أول يوم لأن طبعا عارفين مصر بتتعرض لهجمات الشرسة ويحاولوا أنهم يشوهوا الصورة بتاعة مصر والاقتصاد بتاعة مصر إنما النهاردة كان رسالة طمأنينة للمصريين في الداخل والخارج ولكل المستثمرين على المناخ الاستثماري لمصر الجيد وبالأرقام وبالوقاع مصر منخها واستقرارها الأمني والاقتصادي جاذب جدا للاستثمار فكانت رسالة طمأنينة جدا أن المستقبل يحمل الخير وكل الخير الهدف من المؤتمر الاقتصادي هو وضع حلول عجلة لتلافي الأثار السلبية النتيجة على الحرب الأوكرانية الروسية ويمكن شوفنا النهاردة سيد رئيس مجلس الوزراء في بداية كلمته أول ما بدأ يمكن نتكلم على الاقتصاد المصري من التمانينات وبدأ يعمل مقارنة بين الاقتصاد المصري عن 82 والاقتصاد المصري بعد 2015 بدأ يعمل مقارنة عشان يشوف عدد السكان تضاعف من 82 لأن 2015 كان 42 مليون وصل لحاجة 90 مليون فالنهاردة اللي كان عايز يدي رسالة أن احنا مصر مرت بمراحل احنا بنسميها عصارات في المجال الاقتصادي